هنا بأحد شوارعي نحية بانيولي بباريس التقينا بالفنانة لويزا لتقودنا إلى المركز الثقافي أن فرنك وتعرفنا بجمعية أمازيغ بانيولي التي أنشئت عام 2000 جمعية تهدف إلى التعريف وإحياء الثقافة الأمازيغية بقلب العاصمة الفرنسية نعطني الطريق عديدة أعزبو يالجانيا كما في الدكترة تجربة الدكترة أتعاب في مدينة ولكن أن يكونون من أجل في عادة المباشرة من السكوش بالكتastrophe ومن تترجمة للمتلقائية للمتلقائية جداً للغاية في كلها وكنت تجربة في المتط dermatية الطريق، أعادت المى ومات ومواتين هذا هو من مناقش قدثة على روض الناس، من اجل الكلام وبهدف التخفيف عن النفس ونسيان بعد الوطن قامت الجمعية بإنشاء فرقة موسيقية استطاعت توليد جو عائلي في هذه القاعة قامت الجمعية بإنشاء فرقة موسيقية قامت الجمعية بإنشاء فرقة موسيقية فرقة موسيقية والذي وهو وهو موسيقى ليس لديهم قامت الجمعية بحرقة موسيقية وسيقع في المصيحة الجمعية ليس هناك أدنى شك أن هذه الفرقة تمثل أحسن تمثيل المرأة الجزائرية والأمازيغية خاصة أنها تطمح بنقل بصمة الأمازيغ عبر الأغنية إلى مختلف بلدان العالم اشتركوا في القناة